سالي لازليف أهلا وسهلا بيكو شباب وبنات الصف الأول السنوي أهلا بيكو على قناتي بروفوسير أونلاين في الفيديو ده هناخد امتحان على الدرس الثاني الوحدة الرابعة من كتاب بروفو العام عشرين أربعة وعشرين الترمي التاني شوف مع بعض الوصيقة وهي عبارة عن ميل ده هاني يعني من هاني آ عمر إلى عمر الأبجيء الموضوع اللي هيتكلم عنه هاني بعنوان ما فامي يعني علتي هاني بيقول لازلي تحياتي جمابل هاني أنا أدعى هاني جي كنزان أنا عندي خمستاشر سنة مانبير اي بروفوسير دي فرانسي يعني والدي بيكون مدرس لغة فرنسية دانزان لسه في مدرسة سنوي اي ليسانباهو بيكون رائع مانبير اي بلوند يعني والدتي بتكون شأرة اي سوسيابل واجتماعي مانفغير اخي اي ماس اي بافار وأخي بيكون رفايا وسرصال مدسر واخواتي البنات الاثنين السابرين يعني بيكونوا لونهم أمحي يبقى هنا عندنا هاني عنده أخ وأختين بنات تمام عشان دعا له سؤال في الوثيقة اول سؤال بيقول هاني بريزانت يعني هاني بيقدم سافة مية يعني علته السؤال التاني هاني اه هاني عنده ايه؟ طيب هو ما فيش ولا اختيار من الاختيارات دول صحيح هنا بيقول أخين أولاد هنا بيقول أخ وأخت هنا بيقول عنده أخت واحدة هنا بيقول عنده اتنين أخوات بنات خلاص تمام؟ طيب هو المفروض انه هو عنده أخ وأختين بنات طيب لو انا جالي سؤال زي كده هعمل ايه؟ هختار اللي هو عنده دير سير يعني أختين بنات خلاص دكر اللي هو دير سير تمام؟ لكن هو المفروض انه هو عنده أخ وأختين بنات لكن لو جالي السؤال بالشكل ده هختار دير سير يعني أختين بنات سؤال التالت لا مير دهاني يعني والدة هاني ايه بتكون بلوند يعني شقرة رقم اربعة لا فمير دهاني يعني عيلة هاني ايه؟ كومبوس دي يعني بتكون بتتكون من سيس برسون يعني ستة أشخاص اللي هم هاني وأبو أم وأخ وأختين بنات يبقى ستة أشخاص الواسيقة الثانية جو مابل بول روبرت يعني أنا أدعى بول روبرت جو سوي فرنسي أنا بكون فرنسي جو دونزان أنا عندي إتناشر سنة جو إينا فامي سوبر أنا عندي عيلة رائعة مامي ماري يعني أمي ماري مامي روبرت والدي روبر مانقران بير أنتوان وقدي أنتوان إي مي فرير وأخواتي الأولاد لوك إي ليو لوك آ كاترزون لوك عندو أربعتاشر سنة ليو آ سيتون وليو عندو سباح سنة موا بأ أنا لهو بول اللي بيتكلم اللي بيقول موا جمع بيام ما فامي يعني أنا أحب كثيرا عائلتي لكل إي لا ميوزيك يبهو بيحب علتو بيحب المدرسة وبيحب الموسيقى سؤال روكم خمسة بول بريزونت بول بيقدم سافة مية نعلته روكم ستة بول آ بول عندو دوزون يعني عندو تناشر سنة روكم سبعة أنتوان إي بيكون يعني بيكون جد بول روكم تمانية هنا الليو آ سيتون يعني الليو هو اللي عندو سباح سنين شوف سؤال المواقف اللي بيكون طالب منك إنك تختار إجابتين صح طبعا إحنا لازم نحدد مين اللي بيتكلم في الأول في المواقف ومين اللي بيتكلم في النهاية ونحدد كمان محور المواقف رقم التسعة بتقول تدكري يعني أنت بتوصف أنكوباء صديق كسك تدي ماذا أنت تقول طبعا أنكوباء الصديق ده هقول عليه إيه اللي يعني هو بنقول هو بيكون أصحب وهو عندو عيون زلق كمان ممكن أقول عنه يعني صديقه بيكون طويل ومفتول العضلات طب نترجم بقى الاختيارات هو يدعى رومون هي بتكون سريعة هو عندو خمستاشر سنة طب المواقف رقم عشرة تيب غيزونت يعني أنت بتقدم يعني أنت بتقدم جوز عمتك أو خلتك طب أنت هتقول إيه هتقول إنه عمي جمال كمان ممكن تقول إنه زوج الطنت اللي هي العم أو الخالة طب نترجم بقى الاختيارات إنه أخو أبي إنه ابن عمتي هنا دي إنه أخو جدي طب رقم حداشر تيدي مند أنا مي أنت سألت صديقه كم من الأخوة هو لديه هو عندو كم أخ ولد فهو هيرد عليك ويقول يعني أخ توأم أو هيقول أنا عندي أخين طب نترجم بقى الاختيارات هنا هنا أخي بيلبس نظارة هنا إنه أخي إنه أخو استيفان أنا بحب إخوتي طب نشوف بقى سؤال الاختيار الخاص بالجرامار هنا يعني أنا ليس لدي يعني أي ابن عم هنا ده نفي ومفيش أي حالات استثناء يبقى هختاري إما دي إما دي أباستروف هنا هختار د رقم 13 ما فامي علتي إيه بتكون جروند يعني كبيرة طبعا هنا ما فامي كلمة مفرد مؤنس الصفة اللي هتوصفها برضو تكون مفرد مؤنس رقم 14 سي نقط أمي يبقى سي مون أمي إنها صدقتي طب هنا المالك جو يبقى عندي ثلاث حاجات ممكن أخطر منه اللي هي إما مون يما يامي طب هنا أمي مفرد مؤنس ومبدو بحرف متحرك بها أختار مون زي المفرد المزاكر رقم 15 كمون تي تومبير يعني كيف يكون والدك يعني طالب إنك توصفه رقم 16 ميلونت صو يعني نضارتي صو بتكون مارو يعني بنية هنا النضارة جمع مؤنس يبقى عايزة صفة جمع مؤنس طبعا أنا الأول ما بشوف مارو وأورانج في الاختيارات طبعا بختارهم من غير مفاق خلاص داكور لأنهما بينفعوا مع أي حاجة مع المفرد والجمع المؤنس والمزاكر رقم 17 المي بارو والدية أو عندهم لزيون نوار يعني عيون سودة هنا الكلمة عيون دي كلمة جمع يبقى نختار لي تشوف سؤال الميل بونجور أردو أقول بونجور كمون تي توم فرير يعني كيف يكون أخوك هقول يعني هو بيكون طويل ورفية يعني ماذا هو يحب أن يقرأ هو بيحب يقرأ فهردو أقول هو يحب يقرأ يعني الروايات أردو أقول شبع كده بيكون طالب منك إنك تكتب من 15 ل 20 كلمة أنا يمكن لأنا كتباد أكتر من 15 أو 20 كلمة بس بحيث إن لو في كلمات صعبة عليك أنت ممكن إيه تستغنعنا تبني شوف هنا في السجيب بيقول لك يعني أوصف فرد من عيلتك وعايزك تتكلم عن الفيزيك والكاركتيري مواصفات جسدية ومواصفات شخصية هنقول لك يعني والدي بيكون طويل ورفية سي شيفون سنوار يعني شاره بيكون أسود سيزيه سمارون عيونه بتكون بني إيلا إمبارب يعني هو عنده دقل إيين مستاش وشنب إيلي سنبار هو بيكون لطيف إيجانتي إيلي سبورتيف هو بيكون رياضي كده نكون انتهينا من حل الامتحان شكرا لسماعكم متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلكوا جميع الفيديوهات الجديدة لو حسيتوا أنك استفدتوا من الفيديو متنسوش دوسوا لايك شكرا للمشاهدة